الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على خليفته ووصيه ووارث علمه علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله في البداية أحب أن أتمنى أن أعطيكم كل منكم في هذه المحجلات في هذه المحجلات في هذه المحجلات في دنة في دنة رسول الله صلى الله عليه وآله قمت بإمام علي عليه السلام كم أولاد كم أولاد كم أولاد بعده سلامه في البداية الإسلام عندما رسول الله كان في مكة في وقت أبو طالب كان هناك كم أتمنى من المسلمين أن من ستكون رسول الله صلى الله عليه وآله من البداية من الموقع من الموقع من الموقع في مكة ثم الله أحسن هذا آية للمحجل بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك يا رسول الله يا رسول الله ك to invite his immediate family uncles cousins أصدقائي وكانت أكثر 40 أشخاص رسول الله أطلقهم إلى المنزل في الأولادة عندما أخذوا بأيه ومأخذوا وأن أخذوا هذا أطلق رسول الله أطلق لتحدث أبو لهب أخذوا قال أنه أعلم أن تتكلم أن تتكلم يسحرك كما سحرك في السابق رسول الله لا يقول شيء يتركوا رسول الله رسول الله أطلقوا أمير المؤمنين في السابق الثاني لتتكلم كانوا أكثر 40 أشخاص في السابق الثاني عندما أخذوا أمير المؤمنين رسول الله أطلقوا مهما ذاته محاوله وقاله ذلك والله لا يوجد رجل جاء بأهلِهِ خيرًماما أن جئت بكم جئت إليكم به there is no one bring good things to his family like what I did to you then he said فمن منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي ووارثي وخليفتي من بعد فسكت القوم فقام علي قال أنا يا رسول الله أنا يا نبي الله فأعاد رسول الله العبارة مرة أخرى ومرة ثالثة من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي ووارثي وخليفتي من بعد وفي كل مرة يقوم علي ويقول أنا يا رسول الله عند ذلك قال له رسول الله فأنت أخي ووصيي ووارثي وخليفتي من بعد فاسمعوا له وأطيعوا وكان علي في ذلك اليوم في الثالثة عشر أو الرابعة عشر من عمره فجعلوا يضحكون وقالوا لأبي طالب لقد أمر عليك ابنك لقد أمر عليك ابنك فاسمع له وأطع وتفرقوا في ذلك اليوم وقالوا لأبي طالب الله سبحانه وتعالى إلى الناس وقد أنه سيكون أخي أخي وأخي 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 سأخذ ه بعد أخي ثلاثة عرسول الله أسألهم لا يوجد وقالوا فقط علي بن أبي طالب وفي ذلك وفي ذلك علي بن أبي طالب كان 13 أو 14 ثلاثة عرسول الله وقالوا 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 إنه علي بن أبي طالب إنه أخي وأخي إنه أخي أخي وأخي 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 إنه وارفي إنه سأخي أخي بعد أخي بعض الناس الأخي بدأت رائع وأخي وقالوا لأبو طالب أبو طالب أبي طالب أخي وقالوا أخي علي بن أبي طالب أخي وقالوا ولكن في هذا يوم العيد الغدير هذا كان أخي وقالوا 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 أخي وقالوا 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 جميع جميع رسول الله وقالوا وقالوا مدينة بلغ إلى غدير خم غدير خم يعني نهر صغير فوقف تحت شجرة فانتظر حتى اكتمل الناس جاءوا من بعده وصلوا والذين تقدموا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمر بحدوج الإبل فجعلت على بعضها بعض فصنع منبر صلى الله عليه وآله ثم رق المنبر فأثنى على الله وحمد الله عز وجل ثم قال أيها الناس إني بشر وأوشك أن أدعى فأجيب يعني عن أيام بينكم وبالفعل ما بقي رسول الله بعدها شهرين في آخر صفر رسول الله كانت وفاته صلى الله عليه وآله إني بشر وأوشك أن أدعى فأجيب ألا وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وإترتي أهل بيتي وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي فانظروني كيف تخلفوني فيهما ثم قال اللهم هل بلغت فقالوا بلى يا رسول الله قال اللهم هل بلغت فقالوا بلى يا رسول الله قال اللهم هل بلغت فقالوا بلى يا رسول الله فأخذ بعضد علي عليه السلام وقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقالوا بلى يا رسول الله أنت أولى بنا من أنفسنا فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه صل على محمد وآل محمد ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ألا بمحمد وآل محمد هذا أعلام هذا الأطفال كان كرة أصنع وكثير من 120 كانوا يصنعون حديث الله صلى الله عليه وآله وآله من المسلمين يصنعون Vlog حدث في اليوم الغدير علامة الأميني يجب أن يجب كل هذه الحديث وقد تتكلم عن ذلك عندما يجب رسول الله يجب هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا كان يوم الأمر الأهمية في الإسلام عندما يأتي رسول الله يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مَنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ يا رسول الله you have to give the message of Allah to the people you have to say without fear to tell the people who's your successor if you don't do you didn't do anything يا رسول الله this is Quran clear وَإِلْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ if you don't do that if you don't say the message of Allah to the people you didn't do anything and this was the day of the Ghadir when Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi gather more than 180,000 people in the desert there is no water there is nothing just the heat of the desert and Rasulullah before going to Medina Rasulullah hold the hand of Imam Ali alayhi as-salam and he said أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ I am the commander of Islam I am the one who has the right about yourself I am the one in deen in Islam who has the right on you the Muslims more than yourself and all they said yes ya Rasulullah true then he hold the hand of Ali ibn Abi Talib and the history they said when Rasulullah hold the hand of Ali ibn Abi Talib all the Muslims they saw here under the arm of Rasulullah and the bayad they said the whiteness of the under arm of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi and he is holding the hand of Ali ibn Abi Talib and he appointed him as a leader to the Muslims then Rasulullah pray for Ali ibn Abi Talib he said Allahumma waali man waala wa'adi man aada waansur man nasarah waakhzul man khadalah Rasulullah did pray for the people who believe in Ali ibn Abi Talib who follow Ali ibn Abi Talib and who believe in the leadership of Ali ibn Abi Talib my dear brothers and sisters could some of the youngs they ask why Allah appointed Ali ibn Abi Talib among of thousands people Allah chose this young man to became the leader in Islam in the time of Musa alayhi salam Allah chose among of Jewish one person his name Yusha ibn Nun was the successor of Musa and among of the Christian and among of these companion of Jesus alayhi salam Allah chose one his name Sham'un al-Safa Peter Sham'un al-Safa Allah chose him to be the successor of Isa alayhi salam and among of the Muslims Allah chose Ali ibn Abi Talib to be the commander of Islam and to be the leader of Islam and the successor of Rasulullah sallallahu alayhi wa'ala if we look to the history of Islam we will find Allah made Ali ibn Abi Talib in a few things he was special not like other people at the first things Ali ibn Abi Talib was the most knowledgeable person after Rasulullah sallallahu alayhi wa'ala كان أعلم الناس بعد Rasulullah sallallahu alayhi wa'ala لذلك قال عنه Rasulullah sallallahu alayhi wa'ala أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن عراد المدينة فليأتها من بابها so Ali ibn Abi Talib was the most knowledgeable person after Rasulullah and my dear brothers and sisters now if you need a doctor if you need an engineer where you go you go to the most knowledgeable doctor you go to the most knowledgeable engineer you go to the most knowledgeable expert so if you need them so in Islam also if you need the leader you have to find who's the most knowledgeable and this is was after Rasulullah sallallahu alayhi wa'ala when Rasulullah said أعلمكم علي أعلمكم علي وأنا مدينة العلم وعلي بابها Rasulullah he said I am the city of knowledge and Ali ibn Abi Talib the gate of that city this is how Rasulullah described Ali ibn Abi Talib and even some some of the Muslims who had competition with Ali ibn Abi Talib they admit they admit that Ali ibn Abi Talib he's the most knowledgeable person like Umar ibn al-Khattab 70 times in the history Allama Amini mentioned these times 70 times he said لو لا علي لها لك عمر لو لا علي لها لك عمر if Ali not here Umar was among of these people who lost so this is what Umar said in the history my dear brothers and sisters this is not I am not mentioning these things from my pocket this is from the history of Islam they ask Aisha when they they ask Aisha about a they went to Aisha they said do you know anything about the rules of something she said you came to me and you have Ali ibn Abi Talib among of you and she said he's the most knowledgeable of the Muslims and you came to me so even Aisha admit that Ali ibn Abi Talib was was the most knowledgeable person so this is the first things Allah made Ali ibn Abi Talib special and the knowledge second my dear brothers and sisters Ali ibn Abi Talib was the most pious person after Rasulullah sallallahu alayhi wa'ala so he was the one who has the piety of Allah in his heart the one who has the fear of Allah in his heart he never refused any rules of the Quran he never refused the command of Rasul Allah sallallahu alayhi wa'ala he always was obeyed to Rasul Allah and to Quran and this is how Allah described him Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran mentioned Amir al-mu'minin alayhi al-salam in many surah in many ayah in one of the verses of the Quran Allah said وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا then Allah said فَجَزَاهُمُ اللَّهِ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا so he was the most person have the patient in Islam he was the most person sacrificed himself and his wealth and his family in the way of Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالِ do you have anyone in the history of Islam sacrificed himself and his family and his wealth like Ali ibn Abi Talib no Allah we don't have anyone like Ali ibn Abi Talib from beginning of Islam the day when Rasulullah lived Mecca he was the one who slept in the bed of Rasulullah sallallahu alaihi wa'aleh and Allah sent Jibra'il and Mikael to protect him at that day this is the history of Islam this is the one who protect the Islam and the Muslimin in the day of the Badr and Uhud and Khandaq these battles of the Islam who was the one protecting Rasulullah and defending Islam in that day other than Ali ibn Abi Talib go now and please I ask even the youngs go and read the history of the battle of Badr battle of Uhud if they mention the three khalifah if they mention no Allah nothing nothing about these three khalifah nothing in the history go and read read the history see if these three khalifah they killed someone in the way of Allah nothing on the day of Uhud they escaped and they run to the mountain and they escape in the mountain Allah mentioned that is to s'idun wala taloon wal rasul yad'o kum fi ukhrakum Allah mentioned that escape of these people and was Ali ibn Abi Talib salam allahi alayhi going around of rasulullah and defending islam and rasulullah in that day this is amir al-mu'mineen this person who was sacrificed himself to protect islam why when rasulullah left these people turned their face to other side and they left amir al-mu'mineen alone for 25 years sitting in his home alone this is was the history my dear brothers and sisters what we believe i would like to finish now conclude my speech we have to understand that rasulullah sallallahu alayhi wa'aleh prayed that day he asked allah he did dua and the dua was allah man sor man nasara wa'akhzul man khadalah now our duty now this is our responsibility my dear brothers and sisters to be with aliy abni talib the way of aliy abni talib the imams after aliy abni talib and not being in the other side the side of bani umayyah and bani al-abbas and these oppressors of the history unfortunately so today we have to teach our kids that to don't forget aliy abni talib that's why always we have that hope to come in the day of judgment and we following the flag of aliy abni talib in that day we ask allah az waj jel in this day mabarik an yajjal an yajjalna wiyyya kum min al-muts sikin bwila yabni abni abni talib an yajjalna wiyyya kum min al-faaiz zin bwila yabni abni 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 talib an yajjalna wiyyya kum min al-muts yabni yabni abni 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 وفي الآخرة شفاعة علي بن أبي طالب وأن نعلم أولادنا حب علي بن أبي طالب فكان يقول الصحابة كنا نعرف أبنائنا ابن الحلال من ابن الحرام ببغض علي بن أبي طالب كان يقول جابر نعرض أبنائنا أطفالنا الصغار يمر علي نسألهم إن كانوا يحبون علي فهم أبناء حلال وإن كانوا يبغضون علي عرفنا الشك في نطفتهم اليوم تتصور هؤلاء الذين يعادون علي بن أبي طالب ويعلنون بعدائهم لعلي بن أبي طالب هؤلاء نطفهم نطف حلال لذلك ورد في الحديث علي قسيم النار والجنة علي إمام البررة علي قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته